وفي الثقافة أهل اليوتيوبر وصانع المحتوى الجزاري هشام شنوفي والملقب بهشام دونيف نسبة إلى مسقط رأسه بولاية معسكر تاهل إلى المرحلة النهائية من مسابقة سديم في طبعتها خالثة تنظم بالأردن وهي أكبر مسابقة لصناع المحتوى في العالم العربي هشام ممثل الجزائر الوحيد ذو 22 سنة يدرس حاليا تخصص علم النفس المدرسي بجامعة معسكر تمكن من تخطي عدة مراحل صعبة من المسابقة من خلال فيديوهاته التي أبهرت في كل مرة أعضاء لجنة التحكيم يشار إلى أن الحلقة النهائية من برنامج سديم ستكون يوم الأحد القادم الثاني عشر من أفريل على أن يفتح مجال التصويت للجمهور عبر الموقع الرسمي لسديم قبلها بيوم واحد أي يوم السبت الحادي عشر من أفريل المشترك طبعا موضوع صعب بس للأسف لازم حدها يا فريد عشان كده اللي خرجوا فريد ورغضة وانتوا الاتنين هتكملوا ياروكо أن مشابهع أعم لك disruption يلي بغي يسرا يسرا حق لي انا عجبني هذا الخطر عجبني بزاب شيء الحاجة اللي عجبني سيكو الكورونا درتها على شكل بنادم واو تخيل انت عك بزاب شباب رك فرحان رك فرحان كيف سلت بوك على خاطرش انت عندك المناعة بصاح بوك مسكين ما عنداش العالم قاع فقد السيطرة على هذا الفيروس بسبب كومنتومة مافي هولو لك عطف الدار خمس طحشن يوم مافي هولو اشتركوا في القناة